اشتركوا في القناة رح احكيها بالبيوتها 12 ونحكي كل التأثيرات الايجابيات والسلبيات بكل تفاصيلها ولكن يبل ما ندخل على التوقعات بحب ارغي شوية فاللي ما بحب الرغي هال بمشي لشريت بروح بسمع البرج تاهم ما يسمع الرغي لاني ما رح اجله لاخر الحلقة لانه في نقاط حب اوضحها انا اللي حب يسمعها كمل معي اشحاب يسمع برجه اول شيء يمكن ملاحظين انه شوي انا حد بطبع الكلام اللي انا بحكيه اليوم اه ممكن شخص يقول لي انت حساس زيادة اه بلاش حساسية بلاش السلبية بلاش تاخد من الناس اللي شوي طاقتها سلبية اللي بتمتص من طاقتك وبتحاول انها تستفزك ولكن الامر شوي اه بحتاج انه اكون حد اول اشي اه اشخاص او بدناش نحكي شخص واحد هو يعني لانهم اكثر من واحد ظهروا على الساحة خلال الفترة الماضية اه كانوا يتواصلوا مع بعض الاشخاص اللي موجودين على الخناة ويراسلوهم على انه اه هم اه اشي سكرتيري اشي مندوب عني اشي مش عارف ايش ادول يعني وخصوصا على اشخاص انا جوابتهم اه وانه انا بطلب فلوس اه على اساس انه يحولوا على حسابات خاصة فيهم يعني بعطوهم رقم حساب على اساس يحولوا عليهم لانه انا مريض او على الوسترين يونيون يحولوا عليه على اساس انه انا مريض ما بقدر اسحب اه واروح على الصراف فهم يخلوه اني انا خليتهم بالانابة انه هم يتواصلوا اه طبعا اه الحمد لله انه اغلبهم ما تواصل يعني الحمد لله لحد الان ما اجتنيش ولا رسالة من اي شخص انه هو اتدفع فلوس وياريت اللي اه يعني وقع في هذا الفخ اه انه يرسلني او يقول لي انه صار كذا 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 معي وانا ارسلت فلوس لهذا الشخص اه على اساس انه احنا نقدر نقاضي لانه انا عندي اسماء ولكن انا بدي الاسماء اللي هي على حسب الهوية لانه هدول برسل البطاقة الشخصية تبعتوا على اساس انه التأكيد اه على اساس انه هذا فلعنده البطاقات هاي يرسل لي اياها عشان احنا نقاضيهم هذه واحد اثنين الاغلب بعرف انه انا لا الي سكرتير ولا الي مدير اعمال ولا الي مكتب ولا الي حد بنوب عني ولا حد بيجاوب عني الا في بعض الحلقات او بعض الاشياء هو واحد بس اللي مكلف في اعداد بعض الامور انه لو لا يعني اذا ربنا اراد انه اخذ منيتي انه يبلغكم بالانابة عني وفي نفس اللحظة اذا في حقوق لحد موجودة عندي وحابب انه يسددها هو بسددها بالانابة عني يعني هو زي حامل وصيتي بمعنى اخر وهو احد طلابي اسمه احمد هذا الوحيد اللي يعني يعتبر يعني بيحمل قسم كبير من اسراري يعني فعشان هيك هو الوحيد اللي موجود على الساحة او موجود على القناة وهو مش كثير بيشارك ولكن برد على التعليقات بعد مرات بيصلح بعض الاشياء اللي ممكن اغلط فيها بالحلقات وبعد مرات هو برفع الحلقات نيابة عني الله يجزي الخير انا لا باخذ اتعب ولا باخذ مقابل ولا بطلب فلوس ولا رح اطلب فلوس ولا رح اعمل بمقابل طبعا لعدة اسباب وهذا السؤال من صديقة على القناة انه ليش يعني في ناس موجودين وباخذوا وباسعار وفلكية لو انت هذا وكثير طرحوا علي نفس الفكرة اولا لأسباب اولا نسبة كبيرة من الناس ما معها فلوس لا تحلل عند غيري ولا تروح عند الناس هذولا ولا تدفعي فلوس هذولا الناس انا قلت هذولا اهم ناس اني انا اساعدهم لوجه الله تعالى ويعتبر اجر امام الله في هذا الموضوع فانا باخذش اجر ايجوا ناس صاروا يقولولي طبعا امي لو اشي رمزي انا لا رمزي ولا جمال ولا خليل ولا هد ولا كلهم انا زلمي ما بحب اكون تحت رحمة حد الا رب العالمين وانا يعني بمعنى اخر ما تزعلوش من كلامي ممكن انا احلل شخصي يعني واحد يبعث لي فلوس او يقولي حلل لي وانا امرض او يصير فيه اشي فانا بدي اصير مدان لهذا الشخص وهذا امر اثنين هذا العلم انا وهب ولي وجه الله تعالى لا بدي مقابل منه ولا بدي فلوس منه ممكن امزح مزحة بدي هدية بدي شغلة هذي نوع من انواع المزح والمجامل والكل عارف هذا الموضوع انا ما بطل على هاي الامور ايجوا وقالوا يا عمي طيب لازم تستفيد عندك انتي اجهزة وبدك اجهزة وبدك امور ونالهم يا عمي هاي اللي بده يتبرع لوجه الله تعالى ويساهم في القناة والاجهزة ومعدات القناة هاي حسابات محتوطات في صندوق الوصف اللي حابب يتبرع اللي تبرعوا على يعني عكفة ايد وحدة بتعدوهم مش بدناش نقعد احنا عساس انه ما يقولش انه اه بلش يرمي حكي عشان بدو يشحد وزعل مننا عشان احنا ما تبرعناش لا والله ما هو هذا المقصود ولا بمن على حد ولا بطلب من حد لا يتبرع ولا يساهم ولا يدفع لاني ادرى بظروفكم وادرى بظروف الجميع هذه نقطة واثنين قلبي طفى مليت سمعت حكي يعني انا رجل حساس بطبيعة الحال يعني تكويني هيك عندي الكلمة انا بتجرحني عن مليار اشي ممكن يصير في حياتي فانه انا اسمع كلام لا والله انا بيغنى عن كل الكلام هاي الحسابات موجودة اللي حاب يتبرع يتبرع مش حاب يتبرع ما يتبرع اللي بدو يسأل بجاوبه وهذا شيء لوجه الله تعالى صدقة جارية هيك انا عامله هيك عشان انا اختصر الموضوع على الجميع فيه اشخاص بعتولي يالو احنا بدنا تعمللنا خارقة فلكية وبدنا ندفع اقولهم انا ما بيخذ فلوس وفيه ناس ما رديت عليهم اساسا لما بعثوا انه قديش بتاخذ على الخارطة الفلكية ما رديت لانه بعتبر انه الكل بعرف اني انا ما بيخذ فلوس ولكن اكتشفت انه فيه ناس ما بتسمع هذا الحكي او ناس ما سمعت هذا الحكي او مشتركين جدد ما بعرف في هذا الموضوع وسمعت حكي وانتو عرفته يعني علقت على هذا الموضوع اللي انت بتشحد وبدك تشحد ومش عارف ايش يعني اللي بده يصرف علي ما يدخلش على القناة واللي بيفكر حاله انه مغنمها في دخلته انه سمع لي الحلقة حضر له دعاية اعلان اعلانين انا صفر اعلانات يعني انا القناة بربحش منها فلس وعملت هذيك اليوم وصورت شخص كان يحكي معي فتحت له الكاميرا وقلت له تفضل هيشوف قديش ارباحي على اليوتيوب يا دوب سنتات لانه تم تبلغات عني وحضروا عني هذه الاعلانات هذا قانون اليوتيوب اليوتيوب الان بعلن انت بدك تعلن او ما بدك تعلن انت مصرح لك عندك عدد ما عندك عدد الو حقية انه يعلن اعلانات وبما انه انا متابعين عندي من كل العالم فاليوتيوب بعلن لانه في متابعات على هذا الموضوع ولكن انا بستفيد منها بستفيد شوالة من اشي يعني كل الجهد هذا اللي انا بقدمه مجاني بمجاني عشان اختصر عليك وحبين أصور لكم إياها وعمل لكم إياها سلايد ونزل لكم تغذوا عينكم فيها برضو ما عنديش أي مشكلة تشوفوا أرباح الأشهر كل هشي حبيت أنوه لهاي النقاط وأحكي لهذا الموضوع ياريت 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 اللي عنده كلمة طيبة يحكيها ما عنده من جوا شايف حاله بده يغلط بالكلام ما يكتبهاش يروح يحكيها بصوت عالي لحاله في غرفته ما يسمعنيش إياها لأنه والله اللي فيه مكفيني إن كان صحيا وإن كان نفسيا وإن كان روحيا وإن كان قلبيا وإن كان كل إشي كل إشي يعني واصل لحد يعني لا يوصف بتكون تقوله مكتئب جاي يشحن بطاقة سلبية يعني أنا يعني بمعنى آخر إذا ما فضفضت لكم بفضف الزمين تسمعوني في الأوقات المليحة بتكون تسمعوني في الأوقات اللي أنا بكون تعبان فيها لا بتكون تسمعوني في كل الحالات لأن أنا باعتبركم إخوة لإلي وأصدقاء أكثر ناس أنا بحكي معهم وأكثر ناس أنا بتواصل أنا وإيهم إنتم فيش حد غيركم يعني حياتي كلها بعزلة في بيتي ما بختلط بحد ما بشوف حد مريض أغلب الوقت على الأكسجين وعلى الأدوية وعلى المناعة وعلى المش عارف إيش ما بفضفض إلا معاكو بقرأت علقاتكو وعايش معاكو واللي بيغيب منكو بالعكس أنا بفقده لأنه ليش هذا غاب شو عنده شو صاير معه وفي ناس يمكن يتفاجعوا إنه أنا براسلهم إنه وين أنت أو حاسس إنه فيه إشي عندك ليش غايب يا ريت يا ريت ما بدي حدي نعم ما بدي حدي حوله فلوس ما بدي ولا إشي منكو ما بدي ولا إشي أقسم بعزة الله وجلاله يا جماعة الخير الدنيا كلها طلعت من نفسي طالع من زمان مش من اليوم ويومين أنا من زمان كارهة يعني أنا معاكو بحاول أطلع من الأمان اللي موجود في صدري إنه عشان ما أسأل عن شيء إني أنا كان عندي شيء ما علمته أو ما شرحته أو ما وصلته فيه إنسان طلب مساعدة ما قدرت أساعده ما ساعدته ما بدي يكون وزر علي بدي تفهموا هذا النقطة باقي ما باقي أنا ما مش مع يعني مش معني بشيء وهس في أكم واحد بدون يطلعوا إيش الرغي وليش المقدمة وليش المش عارف إيش يا أخي عملي بلوك وحضرني وتتابعنيش عندي ثمانين ألف اختصروهم خلولي إيهم عشر تلاف خلولي اللي بتابعوني هذولا هم اللي يتابعوني أنا ما بدي حدا ينظر علي يعني كأنه أنا فاتح دكان هاي الدكان مفتاحها بإيدي يعني بسكرها وبقعد في الدار خلصنا ما حدا يمن علي إنه بتابعني أنا بديش متابعين أنا بكفين الموجودين عندي هذولا هذولا أكثر مما أنا بستحق موجودين في ناس قاعدين بستفيدوا مني إنتي جاي بتتابعني بتسمعلي دقيقتين وبدك تسب علي بعشر تلاف بديش يا أخي اعذروني وأنا آسف وبستسمحكم ولكن من كثر ما أنا مضغوط حبيت أفضفض في هالكلام هذا أرجو أنكوا يكون صدركوا رحب وتتحملوا هذا الكلام مني خلينا نروح لتوقعاتنا اليوم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأربعة واحد أيلول القمر الآن بدو ينتقل ما بين برجين هو في لسه ما بلش قلو المسار في موعد بث الحلقة رح ينتقل من الجوزاء للسرطان القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة حكينا جيدة وصالحة لكل شيء رح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة أربعة وخمس وعشرين دقيقة صباحا من صباح يوم الأربعة واحد تسعة وبعدين بدو ينتقل القمر إلى منزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج طبعا بالنسبة للقمر زي ما حكينا هو موجود في برج الجوزاء رح يمكث في برج الجوزاء لغاية ساعات الصباح عشان هيك رح يضل علينا التأثيرات من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح لهو انتقاله للسرطان واحنا فينا نفس الجو تاع برج الجوزاء فهي الفترة ننشط في اتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد بيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة لطبعا القمر الآن بشكل هو زاوية هذه الزاوية قبل خلوة المسار ذكرناها بالأمس هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وسبعة واربعين دقيقة مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوة المسار خلوة المسار هذا رح يبدأ الساعة زي ما حكينا ساعة ثمانية وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني لو حكينا إنه تسعة إلا عشرة منضيف ثلاث ساعات عليها الساعة اثناش إلا عشرة منتصف الليل بتوقيت الأردن بيبدأ خلوة المسار بيستمر خلوة المسار هذا لبعد منتصف الليل يعني لساعة صباح يوم الأربعة واحد تسعة لساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش منزيد ثلاث ساعات عليها بتصير الساعة ثمانية وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت الأردن بنتقل القمر وباستقر في برج السرطان فعشان هيك أي شيء بده يصير مع أي شخص من ساعة ثمانية أو ثمانية وسبعة واربعين دقيقة لغاية الخمسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا هاي فترة نحسة سلبية على جميع الأبراج لأن القمر بيكون في مرحلة انتقال وهي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بعد انتهاء خلو المسار الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بيكون القمر استقر وبلش يشكل أول زوايا لإله وهي زاوية وحيدة اليوم رح يشكلها رح تكون ما بينه وبين عطارد فعشان هيك بتبدأ تأثيرات علينا جميعا انه يتأثر علينا بعض صفات برج السرطان بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة بنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي ممكن أنه نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة ووسعنا شراء عقار أو زراعة نبتة أو شجيرة لانتباه أكثر لأطفالنا قضاء وقت ممتع في البيت يعني أي شيء له علاقة بالبيت بالعقار بالعقارات إجمالا بالأهل بالأطفال أطفالنا هو هاي هاي الفترة ممتازة بالنسبة للزوايا الفلكية حكنا أنه في زاوية وحيدة هي زاوية تربيع سلبية ورح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 46 دقيقة ظهرا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع طبعا القمر بما أنه رح يكون موجود في السرطان معناته فيه خلو مسار قادم خلو المسار القادم هذا رح يكون يوم الجمعة الثلاثة التسعة بيبدأ في تمام الساعة 5 و 37 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و 57 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعديها القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 10 و 22 دقيقة مساء بيصبح 25 يوم نسبة الإضاءة بتصير 30% لأنه انحسار هلال أو شكل الآن الهلال على الاختفاء ولكن الآن في مراحل تكون الهلال بيجي تقريبا 30% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة سعيدة بنسبة 50% القمر في الجوزاء بدي تنتقل للسرطان ورح تمكث في السرطان لغاية يوم 3 تسعة هي اليوم ممتزجة ورح أشرح لكم كيف يعني ممتزجة ممتزجة يعني بتتقلب طيلة اليوم بأكثر من حالة بين منتحسة وبين سعيدة فهي الآن منتحسة بنسبة 10% في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 15% في ساعات الظهر ترجع منتحسة بنسبة 15% عشان هيك احنا منسميها ممتزجة يعني بتظلها متقلبة طيلة اليوم عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 10 تسعة سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 عشرة منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بدنا نحكي بالتفصيل احنا عن برج الحمل بالبيوت يعني بمعنى آخر بدنا نركز عليه تدريجياً 12 بيت عشان كل إشي ينفهم أول إشي بالنسبة للبيت الأول للحمل اللي هو برجه يعتبر هذا بيت فإحنا شرحنا في حلقة عن البيوت اللي ما بعرفها بقدر إنه يفهم الحمل كبرج مفيش عنده كواكب فعشان هيك إحنا بنعتبر إنه شخصيته بيتحكم فيها طابعها الاجتماعي يعني طابع التكوين تبعه هو اللي بيتحكم فيها إذا كان الجو اللي حواليه متوتر فهو بصير متوتر إذا الجو اللي حواليه سعيد فبكون سعيد فطابع الشخصية طابع العام يتحكم في مجتمعه لأنه ما فيه تأثيرات كواكب بالنسبة للبيت الثاني اللي هو بيت المال عنده أورانوس وأورانوس بتراجع ومنحكي عنه منتحس معناته في نوع من أنواع الضغوط اللي إلها علاقة بالأمور المالية بتيجي بشكل مفاجئ دائما يعني مصاريف مفاجئة أحداث مفاجئة وضع مالي مفاجئ بيجي بشكل سلبي لأنه هو عامل زاوية التربيع ما بينه وبين زحل فعشان هيك المصاريف بتيجي بشكل مفاجئ أغلب المتضررين من هاي الزاوية هم آخر موليد العشرية الأولى العشرية الثانية أول العشرية الثالثة لأنه أورانوس جاي بالمنتصف بالضبط فبوخ السبع درجات بعد وسبع درجات قبل يعني خمسة عشر درجة تحديدا بيأثر عليها بشكل سلبي الآن أورانوس صار يشكل زاويتين الزاويتين هدولا إيجابيات وحصر في أول العشرية الثالثة وأول العشرية الأولى ما بين الشمس وما بين المريخ فعشان هيك بتجيب فرص لها علاقة بالمغامرة المالية يعني بيجازف هو أو ممكن يتعب كثير على أساس أنه يحصل ولكن فيه فرص لتحصيل المالي بتجيب له مكاسب إذا سعى في هذا الأمر ولكن بده يكون حذر من المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ ما بين زاوية أورانوس مع زحل البيت الثالث البيت الثالث اللي هو الجوزة الجوزة ما فيه أي حركة للكواكب تذكر بالنسبة للكواكب الأخرى لأنه لو بنا نجي القمر الأسود وهذا ولا هم بيخلوهم مسار لأنه ما فيه زواية بتشكل رغم أنه بتراجع القمر الأسود ولكن بالنسبة للقمر لأنه موجود بالجوزة فبظل النشاط زي الأيام اللي مضت اللي هي الأيام الثلاثة الماضية كان فيه نشاط حركة اتصالات حوارات تحركات منها إيجابي ومنها سلبي القمر كان موجود مثلا الآن موجود هو بشكل زوايا تربيع تربيعه مع نبتن تربيعه رح يكون مع المريخ تربيعه مع عطارد هذولا زوايا قائمة فعشان هيك منجد أنه كل الحركة هاي بتكون لحل مشاكل أو لحل اتصالات أو خلافات أو تواصل مع الإخوة وممكن برضو يكون تواصلك مش مفهوم عشان هيك كنا ننبه من العصبية والحدية بالطباع أثناء التعامل مع الغير برضو بتكون تحذروا أثناء الحركة أثناء تواصلكم فيه زاوية سعيدة بين القمر وبين المشتري هاي تتليت ولكن هاي يعني مش قوية لأنه المشتري بتراجع فيها والقمر بتقلب في الطباع بيجيب بعض الفرص اللي لها علاقة بالتسويق أو التجارة لبعض الأشخاص بالنسبة للبيت الرابع ما في كواكب موجودة فيه فعلاقتك في البيت هي على طبيعة تكوينك برضو نفس الشيء مثل ما أنت متأقلم مع البيت أو مع طبيعة أهلك تتعامل على الإطار العائلي على حسب تكوينك العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي برضو خالي من الكواكب الفترة الماضية كانت الشمس موجودة فيه ولكن وجود الشمس هاي كانت مقابل زحل يعني كانت منتحسة حتى في بيتها فعشان هيك كثير من موليد برج الحمل صار عندهم مشاكل عاطفية أو مشاكل مع أحباهم أو مشاكل مع أبنائهم أو قلق عليهم بمعنى آخر الآن هذا البيت فارغ يعني حسب تكوينك أنت بتتعامل لا في حظ يدعمك ولا في حظ يعارضك في هذا الموضوع يعني على حسب تكوينك الفكري والاجتماعي بالنسبة للبيت السادس بيت الصحة وبيت العمل طيب بيت الصحة والعمل الشمس الآن بلشت تصير سعيدة بتجيب فرص لها علاقة بالعمل بتجيب بعض المكاسب المفاجئة لأنه الشمس مع أورانوس والمريخ برضو نفس الشيء بيجيب قدرة على هذا الأمور ولكن بتعبك صحيا فعشان هيك منلاقي كثير من موليد برج الحمل إلا بيعانوا من شيء صحي والشيء الصحي هذا إلوه الأغلبية تيجي إلها علاقة بالأعصاب ألام أسفل الظهر ألام الصداع تحديدا وفيه إشي العلاقة بالتوترات أو التقلبات الصحية وخصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة الشمس بتساعد على علاجها ولكن المريخ بيضغط بشكل كبير عشان هيك لما دخل المريخ والندير وبالكو من أنك ترفعوا أوزان الضقيلة على الأرض وكثير من موليد برج الحمل عانى بالفترة الماضية من أمور إلها علاقة بالالتهابات أو إلها علاقة يعني الأمور الصحية بدناش نحدد إحنا تحديدا إيش بالنسبة للبيت السابع البيت السابع الآن أقوى البيوت تقريبا لأنه عطارد موجود والزهرة موجودة وتقريبا غطوا البيت السابع لإلك رغم أنه مقابلة إلا أنه بيعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة كمصالحات كنوع من أنواع المجاملات نوع من ترتيب الأوضاع ما بينكم وبين شركائكم فهي ممتازة جدا يا بتجيب لك شراكة عمل يا بتجيب لك شراكة عاطفة بالنسبة للبيت الثامن اللي إعلاقة بالأموال المشتركة فارغ ما في أي تأثيرات للكواكب على طبيعتك التاسع نفس الشيء يعني حتى السفر والأمور هاي على حسب طبيعتك ما في حضوض لا تأيدك ولا تعرضك يعني بدك تجتهد أنت عشان تحصل هاي الأمور الآن إجينا لبيت السمعة بيت السمعة بيتك العاشر هذا موجود عندك أنت بلوتو بتراجع فمنلاقي موليد العشرية الثالثة تحديدا هم أكثر ناس مضغوطين في هذا البيت يعني مؤامرة تحق ضدهم بالعمل في عندهم مشاكل خلافات على مستوى العائلة حتى اللي ما بيشتغلوا بتلاقي أنه في ناس بيتصيد لهم بحاول يورطهم بمشاكل كلام هم ما قالوا بنفعلوا بنحط اللوم عليهم هذا بيت السمعة فعشان هيك منقول ديروا بالكو من المغامرات والمشاحنات والمجازفات والأمور هاي لأنه هذا بلوتو وبلوتو معروف عنه دائما بهد فعشان هيك بتكونوا حذرين جدا على سمعتكم نيجي على البيت 11 البيت 11 برضو نفس الإشي عنا زحل بتراجع وعنا المشتري بتراجع دولا بيت العلاقات الأصدقاء طيب تراجع هدولا الكوكبين في بيت الأصدقاء يعني ما عندك ثقة بأي صديق ويمكن خلافات صارت ما بينك وبعض الأصدقاء وانتهت علاقتك في بعض الأصدقاء حتى في الدعوات اللي بتتوجه لك يا إما أنت بتتهرب منها يا إما بصير معك خلافات فيها وما بتعجبك يعني العلاقات الاجتماعية فهذا الإشي بيثير حفيدتك وبيثير استفزازك وبفقدك بخليك تفقد الثقة حتى بالناس اللي أنت بتتعامل معهم لأنه هذول كوكبين حاصرات العشرية الأولى والعشرية الثالثة العشرية هو على طرف العشرية يعني بيجي على طرف العشرية الأولى بين الأولى والثانية اللي هو زحل فعشان هيك بيضغط العشريتين والعشرية الثالثة المشتري بالنسبة لنبتون نفس الإشي نبتون موجود في بيتك 12 وبتراجع فهذا بيخلي فيه وسواس بيخلي أفكار بيخلي أحلامك مش منتظمة ورغم أنه بشكل زاوية تربيع برضو ما بينه بين القمر بالفترة الماضية إلا أنه ضغطك بشكل كبير فعشان هيك بتلاقي أحلامك مش منتظمة وسواسك قلقك ترددك تقلبك بالمزاج عاطفتك جياشي بشكل مخيف جدا لدرجة أنه بدك تبكي لأدفه الأسباب فهي خارطك الفلكية بالفترة فلما تيجي تقول لي أنا إلي شهرين تعبان شهرين تعبان ما انتعاب هيني أنا شرحت لك شو الأسباب أنه هذا ضغط مستمر هاي بيوتك هاي حياة التأثيرات الكواكب على كل خارطك الفلكية فلما تيجي أنت تشوف أنه عندك أنت أورانوس في بيت المال وتلاقي عندك أنت أنسى الشمس والمريخ في بيت الصحة وتيجي بلوتو في بيتك السمعة وبيت العلاقات الاجتماعية عندك زحل وعندك المشتري وهدولة كلهم ضغطات وبيت المتاعب عندك وعلاقاتك على مستوى المؤسسات الكبيرة عندك نبتون يعني ضغط كبير بيولد عندك نوع من أنواع عدم يعني هيك مش مرتاح أنه شو اللي بيصير هذا هذا أحبيت أشرح لك طيب بكرة الصبح شو اللي رح يصير طبعا القمر رح ينتقل للبيت الرابع لإلك هذا الإشي رح يخفف عليك شوي لأنه لما يدخل على السرطان شوي بعطي هيك توجه للبيت للأسرة أكثر اهتمامك بالعائلة بيصير أكثر أهم شي إنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى ولو كثرت بدك تحاذر الخلافات والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك حاول إنك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء بتكون كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور طبعا بالنسبة لموليد برج الثور نيجي منحكي أول شيء إيش البيت الأول عندكم برجكم برجكم عندكم موجود أورانوس أورانوس بما أنه موجود في البيت الأول معناته الأحداث على المستوى الشخصي عندك متقلبي بسرعة هائل جدا انتخاذك للقرارات بتكون يعني مزعجي مزعجي إلك مش مزعجة للي حواليك يعني قبل ما تكون مزعجة للي حواليك بتكون لليك فعشان هيك أورانوس بتراجع وهذا بيخليك تتمرد وتتخذ قرارات بشكل يعني سريع جدا ودون تفكير وهذا الإشي ممكن يورطك بمشاكل يعني خصوصا الفترة الماضية هذا ضغط الموليد العشرية الثانية وطرف من العشرية الأولى وطرف الأول من العشرية الثالثة بشكل كبير باتخاذهم للقرارات حساسيتهم بعدين باتخذ قرار بعدين بندمش خلص أنا اللي شايفه صح ما حدا فهم إيش الظروف اللي خلتني أتخذ القرار وخلص انتهينا يعني بدك تأخذ الأمر مسلمات وهذا أورانوس العلاقة بالتمرد فعشان هيك سهل جدا انك تتمرد علي حواليك وتتخذ قرارات بدون ما انت ترجع لأي حد نحطها على جنب بالنسبة للبيت الثاني الجوزاء الجوزاء القمر موجود فيه حاليا فقط لا غير وبما انه موجود القمر في الجوزاء معناته مثل الأيام الماضية انه تهتموا بالميزانية بالأمور المالية ننصحكوا تتجنبوا النفقات لأنه القمر بشكل زوايا ما بينه بين المريخ بينه بين عطارد بينه بين نبتن هاي كلها سلبية فعشان هيك بتكثر المصاريف او الدفعات المالية او سداد ديون او ترتيبات مالية بتكون مقلقة بالنسبة لالك في زاوية وحيدة مع المشتري هي تثليث اللي حكينا عنها اليوم ولكن هاي مشكلتها انه بتخليك تهتم في غيرك اكثر تصرف على غيرك اكثر او ممكن انه تكون سهل انك انت تنصاد من النصابين والمحتالين يعني بدك تكون نحذر من هاي النقطة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بده ينتقل ويصير القمر عندك في بيتك الثالث لانه البيت الثالث ما فيه اي كواكم موجودة الا انه في ساعات الصباح القمر رح ينتقل على البيت الثالث فهو هنا بتركز على امور النشاط رح يصير عندك نشاط عالي حركة عالية جدا رح يكون فيه نوع من انواع التواصل ممكن رغبة بالسفريات ولكن انه بيكون في زاوية التربيع اللي ذكرناها هاي بتعطي نوع من انواع العصبية وردات الفعل اللي شوي ممكن تخليك ما تركز لانها هاي زاوية التربيع وراح تكون في بيتك الثالث انتبه اثناء قيادتك للسيارة انتبه اثناء حواراتك وكون واضح على اساس انه ما تورط بمشاكل انت بغنى عنها حاول تكون عارف امكانياتك يعني انا بعرف امكانياتك كذا ما احاول اخذ امكانيات اكبر مني عشان ما اورط انا بشيء انا مش قد ممكن بعثكم يصير خلاف او سوء تفاهم ما بينه وبين احد الاخوي من وراء كلمة يعني او من وراء تصرر حاول انك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال ولكن بدك تحاذر من اهمال وضعك الصحي وتجنب الارهاق قدر الامكان وانتبه اثناء قيادتك للسيارة برضو اذا عندك امتحان او مقابلة بدك تركز بشكل جيد بدون ما ترتجل يعني بدون ما انه تعتمد على الحضوظ طيب بالنسبة للبيت الرابع البيت الرابع عندك انت ما فيه اي شيء يعني الخالي فعشان هيك يتعاملك مع الاسرة والعائلة باعتمد على طبيعتك الاجتماعية وعلى حسب تصرفاتك فاذا كنت انت مهمل معناته في مشاكل اذا كنت انت مخلص لعلاقاتك الاجتماعية فالاجواء جيد لانه ما فيه اي كواكب تأثر عليك الفترة الماضي كان ضاغط لانه كانت الشمس موجودة وشكلت زوايا وكانت منتحسة ضغطتك على المستوى العائلة والبيت وممكن بقايا هاي المشاكل لسه موجودة ولكن اجمالا الان انت اللي بيدك تحل هاي المشاكل بالنسبة للبيت الخامس طبعا بما انه الشمس موجودة والعذراء والمريخ موجودة فهاي يعني بتخلي نوع من انواع التواصل الجيد الان بالفترة الحالية ما بينك وبين الاحباء وخصوصا لموليد العشرية الاولى وجزء من العشرية الثانية ولكن المريخ بسوه في حدية بالطباع لانه تقابل مع نبتن بضغطك بسبب لك نوع من انواع ردات الفعل او العصبية مش متحمل حساسة زيادة عن اللزوم فهذا بخليك تتصرف تصرفات ممكن تتخذ قرارات القرارات هاي تكون بحد ذاتها تسبب لك مشكلة مستقبلية او مشكلة قطع صحيح انها شوي المريخ لانه بشكل زاوية تثليث مع المريخ بيخلي عواطفك تظلها مع الحبيب وخصوصا حبيب قديم او حبيب اساءلك او حبيب جرحك بالماضي يعني بيظلك تتذكره وتحن للايام القديمة بالنسبة للبيت السادس بيت الصحة بيت المال العمل ما في اي زوايا الا انه الزهرة يعني المريخ العطارد بيجيب لك مجالات للشغل بيجيب لك فرص عمل علاقات جيدة ما بينك وبين زملائك في العمل بيطور علاقاتك بالعمل بشكل جيد الزهرة شوي لانها بتشكل زاوية مع بلوتو ممكن تخلي بعض موليد اخر العشرية ثانية يتخذوا قرارات بانهم ينقلوا من عمل لعمل او تجيهم فرص لعمل اخر بنصحهم يتأكدوا من العقود او الشروط للانتقال للعمل انتبهوا على صحتكم من بعض التطورات او التقلبات الصحية الوهم بلعب دور كبير والوسواس من الزهرة لانها زاوية تربيع مع بلوتو فبتكونوا حذرين من هاي النقطة الاجواء على مستوى العمل جيدة الصحة شوي بس بتكون تركزوا عليها يعني الاشياء السريع اللي بتصير المرض السريع والتشافي السريع فما في داعي انك تخلي الوسواس سيضر عليك بالنسبة للبيت السابع ما فيه اي كواكب موجودة معناته الشراكة المالية والعاطفية بتعتمد على طريقة انت تعاملك وتعاطيك مع هذا الموضوع البيت الثامن نفس الشيء ما فيه اي شيء بأثر عليك لا ايجابيا ولا سلبيا يعني على حسب طبيعتك الاموال المشتركة وطريقة قد تعاطيك مع الاموال المشتركة فارغة من الحضوض البيت التاسع هنا منركز شوية موليد العشرية ثالثة تحديدا لانه بلوته بتراجع فعشان هيك منعطي منتحس رغم انه بشكل زوايا تربيع مع الزهرة فهذا بسبب خلافات مع اشخاص خارج البلاد او بجيب لك اخبار سلبية او مع ابناء مثلا مسافرين او بعطل عليك بعض الامور اللي الها علاقة بالهجرة والسفر الان بلوته بشكل مع عطارد زاوية تثليث ولكن هاي التثليث منفصلة فعشان هيك ممكن بعض الاشخاص انه يجيهم سفر بشكل مفاجئ او يرغبوا بالسفر او التواصل مع الاجانب ممكن امتحانات او مقابلات الاجواء بتساعدهم في هاي النقطة ولكن انا ما بنصح انهم يعتمدوا كثير على الحضوض لانه الزهرة هي اقوى بزاويتها للتربيع بالنسبة للبيت العاشر طبعا البيت العاشر زحل المشتري واثنين بتراجعوا فهذا بيت السمعة بيخلي نوع من الاشخاص اللي يهجموك او يتآمروا عليك او انهم شوي يحاولوا انهم يشوهوا سمعتك فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقطة ما تعطيهم الاهتمام الكامل انت المطلوب منك انك ما تجازف ما تغامر ما تخوض حروب ما بينك وبين رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل حاول تنجز اعمالك بشكل كامل عشان تحافظ على سمعتك بالبداية وما تخلفش القوانين اهم شيء اي شيء بشوه السمعة يبدع عنه ممكن بعض الزوايا الايجابية اللي للعشرية الثالثة تحديدا اللي المشتري بشكلها ما بينه بين الزهرة وما بين القمر ممكن هاي ترفع بعض الاشخاص من موليد العشرية الثالثة يعني من منصب جديد او ترفيع او ترقية او انه يحصلوا على مكافأة معينة طيب بالنسبة ل بيتك 11 بيت علاقاتك واصدقائك طبعا هنا ندخل في دوامة العشرية الثالثة والعشرية الثانية هم اكثر ناس تضرروا من العلاقات والمعارف والاصدقاء بالفترة الماضي لانه كل الكواكب اللي دخلت على العذراء تقابلت مع نبتهم اللي بتراجع فصار في مشاكل ما بين موليد ورج الثور موليد العشرية الثاني وثالثة تحديدا ما بينهم وبين معارفهم او اصدقائهم او من خلال مناسبة اجتماعية سوء تفاهم ردت فعل سلبية فهاي اثرت على علاقات كثير منهم قطع علاقاته باصدقائه او باحد معارفه من وراء مشاكل من هذا النوع طبعا والحدث والوسواس بالعبور كبير فهذا خلاه يتخذ قرارات بانهاء لعلاقة بشكل مفاجئ وهذا الموضوع مستمر من ثلاث شهور يعني مش انه اليوم يعني من ثلاث شهور في نوع من انواع الصدامات ما بينهم وبين معارفهم اما بالنسبة لبيتك اتناعش بيت المتاعب فما فيه اي كواكب موجودة يعني ما فيه اي شيء بخوف ولا اي حركة لا اي كوكب كبير انها تأثر عليه الا حركة القمر بس يدخل عليه فعشان هيك الاجواء على بيت المتاعب برضو نتركها على حسب طبيعة تعاملك برج الجوزاء طيب خلينا نشوف بالنسبة لموليد برج الجوزاء الجوزاء طبعا ما فيه اي كواكب موجودة في الجوزاء تذكر على سالة القمر موجود فيه فعشان هيك القمر بيظل انه بيشحنكم بنوع من انواع الطاقة وقدرة على انجاز الكثير من الاعمال والتحركات مشوقة بتشعروا بنوع من انواع الطاقة والحيوية الا انه زوايا التربيع اللي بتتشكل خلال اخر مراحل الانتقال هي اللي شوي خلتكوا تكونوا يعني مترددين او متقلبين او حادين الطباع في بعض الاوقات طبعا هذا الامر مع ساعات الصباح رح يتغير ليش؟ لانه القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثاني مجرد ما دخل على البيت الثاني بتصير الامور بتركز على الامور اللي لها علاقة بالوضع المالي على تنظيم ميزانيتكم الامور المالية على النفقات تنظيم اقصاط اهم اشي انه ما تسمحوا لا الاعمال انها تتراكم عليكم حاول انك تفكر بمنطق عالج الامور الطريقة فورا ممكن تحدد اليوم توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية اليوم ممكن يكون لك بعض اللقاءات الداعمة للك وتفتح لك فرص لها مكاسب مالية بتيجي من عمل اضافي مستردات هبات نوع من انواع الدعم نيجي على البيت الثالث للك البيت الثالث هنا نجد انه برضو ما فيه كواكب يعني ما فيه اي تأثيرات لكواكب كانت موجودة ولكن بالفترة الماضية كان فيه الكواكب اللي كانت موجودة بالاسد وانتقلت الان بالعذراء يعني ضغطتك على مستوى العصبية الحدية القرارات التواصل تحس حالك شوي ما بتتحمل ما بتتحمل اي غلطة ردت فعلك بتكون عنيفة او سريعة جدا هاي سببت لك بعض القلاقل او المشاكل فيه من من موليد برج الجوزاء صار عندهم اشي بتعلق بالسيارات زي حوادث او اعطال في الاجهزة الالكترونية او السيارات بالفترة الماضية وطبعا الان ما فيه اي تأثيرات للكواكب فعشان هيك بتتعامل انت على طبيعتك يعني خفت الضغوط هاي انتقلت على مستوى البيت الرابع البيت الرابع الان موجود عندك الشمس موجود عندك المريخ وهدول تأثيراتهم بنقدر نحكي انه بتجيب مشاكل على مستوى البيت صحيح انه الجو اه اجمالا بشكل زوايا تثليث يعني الشمس سعيدة والمريخ سعيدة ولكن في الايام الماضية كانت منتحسات عشان هيكي بيجيب انخلافات على مستوى العائلة على مستوى البيت المقربين للك سوء تفاهم تعرفش تتواصل معاهم اي كلمة بتنفهم غلط زي ما كنه انت موجود بس عشان يتصيدوا لك مواقف معينة يهاجموك مضغوط بكل معاني الكلمة على مستوى بيتك و ابناءك حتى مشاكل على مستوى العقارات ممكن صارت انه ترحيل اجباري او نقل من مكان لما كان او مشاكل على عملية النقل حتى اذا بدك تنتقل بصير معاك مشاكل فكلها هاي الها علاقة ببيت البيت لانه المريخ والشمس موجودات وكانوا بتقابل مع نبت فعشان هيك ضغطوك على هذا المستوى الان بلشت تخف هاي لانه المريخ بسبب زاوية تثليت وبرضو الشمس زاوية تثليت اهم ايش انك ما تنفعله ما تعصب كون واضح بكلامك مع افراد العائلة ما تهمل الشؤون العائلية والامور بتكون طيبة طيب بالنسبة للبيت الخامس طبعا مع دخول الكواكب عطارد والزهرة لما دخلوا للميزان انت شوي على المستوى العاطفي او مستوى الحضوض يعني بلش فيه نوع من انواع الدعاء يعني شوي هيك بيدعمك الحظ في بعض المسائل والعاطفي برضو بتلعب دور اهم شي انك ما تبالغ بملذاتك وترفيهك لانه هاي بتخليك تصرف فلوس معناته رح تخسر عشان هيك حاول انك تسيطر على ملذاتك قدر الامكان عشان تنجح الاجواء داعمة للك الزهرة تدعمك عاطفيا وماليا بوجودها خصوصا موليد العشرية الثانية الثالثة هذولا بشكل قوي عطارد مع دخلته الان برضو رح يغير الاجواء رح يخلي في نوع من انواع التواصل على هذا المستوى بدعمك بتجيب لك حضوط كاملة اما بالنسبة للبيت السادس ما فيه اي كواكب بيت العمل والصحة ما فيه اي تأثيرات بالنسبة للبيت السابع برضو نفس الشيء على حسب جهودكم تكافؤوا ان كان على السادس سابع البيت الثامن بيت الاموال المشتركة اي مال انت بيكون مش ملكك لحالك فيه شريك معك فيه هذا اللي شوي بدك تركز عليه وخصوصا موليد العشرية الثالثة هدولة شوي صار عندهم تراكم ديون ما قدروا يسددوا مبالغ عليهم او اجدهم مصاريف مفاجئة رغبات باسراف الفلوس ومش قدرين يسيطروا عليها قضايا مالية او ارتفع عليهم قضايا مالية او مطالبات مالية السبب انه بلوتو بهدم دائما وبجيب الشغلة من الاخر عشان هيك هو ركز على العشرية الثالثة تحديدا هدولة اكثر ناس انضغطوا في هاي الامور طبعا من العشرية الثانية جزئية ولكن مش بقوة العشرية الثالثة انتبهوا على مصاريفكم على اموالكم ما تجازفوا ما تغمروا وفي نفس اللحظة ما تخلي حد يستغلك ودائما اي شي بدك توقع عليه او يعني كاوراق او عقود بدك تكون قارئها ومستشير فيها ما في داعي للمجازفات المالية مهما كانت الظروف وحاول قدر الامكان لا تكفل حد لا تضمن حد لا داين حد بالفترة بالنسبة للبيت التاسع طبعا هنا عطل على موليد الجوزاء الامور اللي الها علاقة بالسفر السفر البعيد الهجرة التواصل مع اشخاص خارج البلاد الامور اللي الها علاقة بالقضايا القضائية ليش؟ لانه زحل المشتري بتراجعه بطرفين البرج فطبعا العشرية الثانية تاية بالنصف في هاي المسألة عشان هيك بنلاقي انه هدولا الامور اللي انا ذكرتها كلها فيها مشاكل طريق التواصلهم مع ناس خارج البلاد مع اجانب مع امتحانات دراسة جامعية قضايا قضائية يعني كل واحد على حسب طبيعته الاجتماعية بنلاقي بتركز نقطة من هاي النقاط عليه وبتسبب له مشاكل اثنين بتراجعوا كوكبين كبار فبيأثروا على بيت من البيوت الاساسية بالنسبة للاشخاص لانه هذا بيت داعم للك فجأة تلاقي فيه كوكبين كبار ضغطات بشكل سلبي فهذا الاشي بيأثر سلبيا وخصوصا اكثر المتضررين هم المفصليا يعني بنوخذ نصف العشرية الاولى الثاني ونصف العشرية الثانية الاولى هدولا اكثر ناس لانه زحل بيشكل زاوية تربيع مع اورنس فبيجيب المشاكل بشكل فجائي على هاي النقطة بالنسبة لبيت العاشر بيت السمعة طبعا بيت السمعة بيضغط بشكل كبير على السمعة فعشان هيك بيهدد سمعتك بيجيب لك قضايا قضائية امور قانونية ناس بتتآمر عليك ناس بتتحالف ضدك في نفس اللحظة اللي هي المؤامرات بدك تكون حذر من هاي النقطة ما تسمح لهاي الامور بانها تسيطر بشكل كبير بانك اول اشي تحفظ على سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين خلي علاقاتك جيدة مع رؤسائك بالعمل في نفس اللحظة انجز اعمالك بالكاملة ما تتغيب عن عملك نهائيا مهما كانت الظروف بتلاقي الامور كانت ممتازة اما بالنسبة لبيتك 11 فهو فارغ ما في اي تأثيرات علاقاتك الاجتماعية واصدقائك ومعارفك بتتعامل معهم على حسب طبيعتك البيتك 12 بيت المتاعب هنا منجد انه ضاغط بشكل كبير وسلبي لانه ارانوس جاي بالمنتصف تماما فبضرب كل العشرية الثانية وبجبلهم مفاجآت فعشان هيك هدولة منقولهم ما تجازفوا ما تدخلوا اماكن مجهولة في نفس اللحظة احذروا من مكر اي شخص خصوصا اذا كنتوا بتشتغلوا في المؤسسات الكبيرة اللي هي مؤسسات دولة او مؤسسات شركات دولية هدولة اكثر الناس اللي بدهم يديروا بالهم من هاي الامور ومن اشخاص بتتآمر عليهم بالخفاء احذروا كل الحذر لانه ارانوس بتراجع فهاي سلبية وبرضو في نفس اللحظة تربيع مع زحل وهاي لحالها كارثة فعشان هيك ممكن الحظ حماكو لما المريخ دخل على العذراء شوي زاوية التثليث اللي سوها هي اللي خففت من الضغوط ولكن اجمالا هي خطرة فعشان هيك بتكونوا حاذرين من النقاط اللي انا ذكرتها برج السرطان طبعا بالنسبة لموليد برج السرطان بكرة رح نحكي بالتفصيل عن برجك نشرحه بالبيوت زي ما شرحنا الابراج اللي قبلك اليوم طبعا هذا التعب والارهاق والعدم الثقة بالغير او الخذلان الشعور بالخذلان التراجع الصحي الضغوط النفسية هاي اللي بتحس فيها كلها مع ساعات الصباح بتبلش تخف شوي شوي مجرد ما دخلنا في ساعات الصباح بتشعروا لانه القمر خلص بوصل عندكم تشعروا بنوع من انواع النشاط والحيوية بتشعر انه اللحظة تغير فيه نوع من انواع الاخبار تطورات فيه احداث شيقة رح تصير خلال هذا اليوم رغم انه القمر ممتزج بتحركاته الا انه الاجواء اجمالا رح تكون احسن من الايام الماضية ممكن اليوم تتلقى اشارة او تبدأ بتنفيذ خطة معينة بتستعيد فيه من خلالها الفترة القادمة بتستعيد حياتك رونقها حيويتها طاقتك جاذبيتك يعني فيه نوع من انواع التشافي للك وفي نفس اللحظة بتبدأ مرحلة جديدة بتكون حاملة كثير من الاخبار السعيدة برج الاسد طبعا النشاط الاجتماعي هو اللي مسيطر عليكم من الان لغاية ساعة الصباح التواصل مع الاصدقاء الحوارات النقاشات الامور اللي اجتماعي اجمالا في منك هو رح يلتقي بعض الاصدقاء او يجي اتصال بشكل مفاجئ او يعني يظهر صديق قديم بشكل هيكي يعني مفاجئ بالنسبة للك اه ممكن يصير فيه نوع من انواع التحالف او صديق يعرض عليك مساعدة معينة الاجواء بتحمل هاي النقطة ولكن بما ان داخلين على فترة خلوه ومسار دير بالك من سوء تفاهم ما بينك وبين احد الاصدقاء من ساعة الصباح طبعا اللي حذرنا منه الايام الماضية انه القمر رح يدخل للسرطان يعني بيت متاعبكم فبتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم ومن اعصابكم وبسجل هذا اليوم نوع من انواع الركود على جميع الاصعدي بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ اي امر ليش؟ لانه خلص يعني بما انه بيت المتاعب معناته ممكن يكون فيه بعض الاعطال او المعاكسات او الامور اللي تنغص عليك حياتك ما تمشي بشكل صحيح اهميش انه بالفترة هاي تتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير الان اذا اجبرت على انك بدك تنفذ عمر ضروري في الفترة هاي غصبت عنك يعني انجبرت عليه دقق بتفاصيله واضبط اعصابك يعني دقق بتفاصيل استشير ما توقعش على اوراق بدون ما تدرسها يعني ما تعتمدش على الحظ بشكل كبير برج العذرة طبعا بتكون تحافظوا على سمعتكم ما زالت الاجواء ضغطة على مستوى بيت السمعة فبتكون تحافظوا على سمعتكم وانجازتكم القائمة في مجال العمل انجزوا اعمالكم ما تتغيبوا ما تدخلوا بمواجهات او خلافات ما بينكم بين رؤسائكم او زملائكم بالعمل ما تخلفوا القوانين نهائيا ما تعمل اي شيء شوى سمعتك بخصوصا انه فترة تخلوا مسار لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح يدخل لبرج حليف لايك له السرطان فبتنشطوا بين الاصدقاء ما رح تصير تشوف الامور بوضوح اكثر بنظرة متفائلة اكثر بيطمئن بالك ممكن اليوم تحصد بعض الدعم او التأييد من بعض الاشخاص بتفيدك الاتصالات واللقاءات بشكل كبير ممكن اليوم تتخذ قرار لخطوة جديدة اهم شيء انك تلطف الاجواء وتحاول انك ترجع العلاقات لطبيعتها بالفترة هاي وخصوصا مع اصدقائكم عارفك يعني خلي في نوع من انواع الحوار او ابواب الحوار تكون مفتوحة ما بينكم برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان او مقابلة طبعا بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضول نهائيا اذا كان عندك سفر او تنقل بالسيارات على الشوارع المفتوحة انتبه اثناء القيادة ما في داعي للتهور لانو احنا داخلين على فترة خلو مسار الان الاجواء جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية ولكن ضبط الاعصاب مطلوب في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل يصير في بيت السمعة فاهم شيء تحافظوا على سمعتكم تحافظوا على انجازاتكم في مجال العمل ما في داعي تتقاعص وترمي اعمالك ورى ظهرك وما تهتم فيها نظم وقتك بشكل جيد حاول تكون واضح في اولوياتك ما تخلي احد اثير انفعالك او غضبك باستطاعتك مواجهة اقوى المنافسات انت اليوم تتمتع بسرعة خاطر وذكاء حد جدا اهم اشي انك يعني تركز بشكل جيد على اساس انك تحصد قدر الامكان ايجابيات الاجواء داعم الى لك ممكن شوي عطارد يخليك تتصرف بنوع من انواع التهور في بعض اللحظات فاضبط اعصابك واضبط لسانك برج العقرب طبعا ادخلوا التعديل المطلوب على اموركم المالية المشتركة لانه رح تظل هالامور مركزة على الاموال المشتركة لغاية ساعات الصباح ما في داعي للمجازفات والامور المالية ممكن صحيا بعض موليد العقرب يشعروا بنوع من انواع التوعقات الصحية او يعني بعض الالام يعني ديروا بالك بس من هاي النقطة من ساعات الصباح طبعا الاجواء رح تتغير بشكل قوي وإيجابي فتكثر عندكم الاتصالات الخارجية التواصل مع اجانب خارج البلاد ممكن يصلكم خبر نبعيد هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن بعض موليد العقرب يفكروا بالسفر او التواصل مع اشخاص اجانب او ممكن يجي شخص من خارج البلاد لزيارتكم او ممكن تشارك بمؤتمر والمؤتمر هذا يكون مثمر ومفيد وبيكون فيه نوع من انواع الاتصالات البعيدة ممكن تلتقي بعض الاشخاص حول طاولة حوار او تفاوض او تكون زي حمام السلام للمصالحة او تقريب ما بين الاطراف في منكو رح يعالجوا مسائل متنوعة برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او في العاطفة القمر ما زال موجود مقابلكم فعشان هيك بركز على العاطفة على الازواج على شركاء العمل اكثر شيء ممكن الاجواء تحمل بعض المشاحنات او سوء التفاهم ولكن من ساعات الصباح لانه طاقتكم ضعيف شوي بتكون انتبهوا للصحة من ساعات الصباح لاجواء بتتغير اجمالا تماما لانه راح القمر ينتقل للبيت الثامن فبتركز على الامور المالية وخصوصا الاموال المشتركة ممكن تعيدوا ضبط اموركم المالية المشتركة باستطاعتكم تقديم افضل نتائج شرط التحلي بالهدوء والليون والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل اولوياتك اذا دعت الحاجة دقق بالتفاصيل قدر الامكان ما في داع توقع على اوراق بدون ما تدرسها او هذا في منكم ممكن يقلق على صحة احد افراد العائلة او احد المقربين لا الو برج الجدي طبعا الان بلشنا بمقابلة القمر لموليد برج الجدي الفترة هاي شوي تضغط عليهم طاقتهم ضعيفة فاهم اشي الان لانه في البيت السادس واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق انتبهوا لصحتكم هاي اهم النقاط يعني من الان لغاية ساعة صبح تنتبه لعملك وتنتبه لصحتك ما في داعي لا اتخاذ اي قرارات بالفترة هاي لانه خلو مسار في ساعات الصباح بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم هاي فترة شوي يعني صحيح انها بتدعمك على مستوى الشراكة وتعزيز الشراكة وتواصلك ما بينك وبين شركاء العمل او العاطفة وتواصل ما بين الازواج او تطوير او مصالحة ولكن انه هاي الفترة طاقتك بتكون ضعيفة فيها فهي فترة صعبة تتقل خلالها الهموم والمسؤوليات اتجنب ردات الفعل العنيفة فترة سيئة بتهدد بنوع من انواع المخاطر المشاكل حوادث بيجعلك القمر بهاي المرحلة مضطرب مرهف الحس ممكن تشعر بالارتباك والغضب من اي شي رغم انه شوي الاجواء القمر رح يدخل يعني دخلته على السرطان ببدايتها رح يشكل زاوية تربيع فبعضكم ممكن يتخذ قرارات ما رح تكون لمصلحته فعشان هيك اجل اتخاذ القرارات لحديث ما تستقر الامور ويتحرك القمر شوي صحيح في بيت الشراكة ولكنه هذا يوم ما بنفع بشكل مباشر للشراكات برج الدلو طبعا ما زالت الاجواء جيدة بما انه القمر موجود في البيت الخامس فلغاية ساعات الصباح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن شوي هيك تشعروا برغبة للتقرب من الاحباء بعضكم ممكن يقلق على صحة احد الاحباء لانه فيه خلوب مسار اهم شي انك ما تدخل كثير في الامور العاطفية ما تدخل كثير بالترفيه بالفترة يعني بدك تكون حذر لانه فترة دخل مسار يعني الاجواء هيك تركز على يعني الامور الاساسية او الامور القوية بيكون افضل من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس فبدكوا تنتبهوا اكثر لصحتكم اذا بتكون عنصر ايجابي حاول انك ما تسبب النفور للاشخاص اللي بتعاملوا معك ما تخليهم ينفروا منك بسبب شوي انفعالاتك او عصبيتك بتستعيد كامل حيويتك ممكن تدور الاحداث بسرعة ونشاط وتمارس عملك بحماسة اليوم او ممكن انه شوي يصير فيه نوع من انواع التماس ما بينك وبين احد زملائك في العمل حاذر من الاضطرابات الصحية قدر الامكان بالفترهي اذا شعرت بشيء حاول انك تستشير الطبيبة برج الحود بالنسبة لما وليد برج الحود طبعا بتنهمكوا بامور الهاصلة بالبيت والعائلة من الان لغاية ساعات الصباح ضغط كبير في مسؤوليات في ترتيبات نوع من انواع الواجبات العائلة الكثيرة التزامات كثيرة فيه نوع من انواع الارباك في ضغط موجود على هذا طبعا لانه زاوية تربيع اساسا مع برجك فهذا الاشي شوي بسبب لك اشياء بالبيت او عملك في البيت او ادارة الاعمال المنزلية مصاريف منزلية صحية لأحد المقربين يعني كلها بتضغط هذا الامر او مناسبات في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل يصير في البيت الخامس هنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم هاي فترة حظ مطلقة احنا منسميها حظ مالي عاطفي تواصل مع الابناء مع الاحبة يعني بتدعمك بشكل قوي فبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الامور بروية مبتعد عن التعقيدات لانه القمر حكينا انه هو منتزج اليوم فلسه ما اعطى قوة الطاقة اللي احنا بدنا اياها يعني اليوم ما رح يعطينا اياها بالكامل فعشان عاطفيا شوي ممكن تستاء من خبر او تصرف احد الابناء او قلق على احد الاحبة اليوم ولكن اجمالا هو دخل على بيت قوي جدا بالنسبة اليك رح يجيك منه كثير منافع او كثير اشياء تكون فيها لصالحك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء